الحمد لله العلي الأعلى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثراء وسع كل شيء رحمةً وعلماً أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون راقبوا ربكم جل في علاه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه راقبه جل وعلا فهو جل في علاه مطلعٌ على ضمائركم وخفاياكم ظاهركم وباطلكم عنده سواء فهو سبحانه محيطٌ بجميع لحظاتكم وكل خطراتكم وكل خطراتكم وجميع خطواتكم وسائر سكناتكم وحركاتكم فما من حركةٍ في الكون ولا سكون إلا بأمره وقضائه وقدره فهو جل وعلا العليم الخبير يعلم خائنة الأعيون وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى فاجتهد يرعاك الله اجتهد أن لا يرىك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث يأمرك اتقوا الله تعالى في السر والعلن والغيب والشهادة وفي خاصة أنفسكم وفيما بينكم وبين الخلق عباد الله الإنسان مدنيٌ بطبعه لا حياة له بانفراد بل حياته بمجتمعٍ وتواصل فلابد له من صلةٍ بمن حوله من جنسه ومن غيرهم وقد أتاحت التقنية الحديثة وثورة الاتصالات المعاصرة أنماطًا من التواصل لم يكن للناس بها عهد ولم يكن لهم بها معرفة فكانت صلاتهم محدودةً زمانًا ومكانًا وجنسًا وسنًا إلا أن هذه الثورة الإلكترونية جعلت الناس في تواصلٍ ليس له نظيرٌ فيما يعهدون ويعرفون تواصلٌ لا يحدُّه مكان تواصلٌ لا يحدُّه زمانٌ ولا جنسٌ ولا سن تواصلٌ واسعُ الانتشار استوعب العالم بأسره شرقه وغربه صغيره وكبيره ذكره وأنثاه على اختلاف الديانات وتنوُّع الأعراق وتفنُّن سائر الثقافات تواصلٌ من كل وجه وبكل طريق عبر محادثاتٍ كتابية ومحادثاتٍ صوتية ومحادثاتٍ مرئية وقد أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي بشتى صورها نُقلةً في حياة الناس حتى صارت جزءًا من حياتهم اليومية في كثيرٍ من شؤونهم ومصالحهم سواءً ما كان منها دينيًّا أو دنيويًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو إعلاميًّا فصارت هذه الوسائل تتخلَّل حياة الناس بل تقودهم في كثيرٍ من الأحوال إلى ما يُبثُّ فيها وإلى ما يُنشَرُ فيها ولهذا كانت هذه الوسائل عظيمة التأثير في الناس أيها المؤمنون إن لهذا التواصل وهذا النوع من التقدُّم حسناتٍ جليلة ينبغي أن تُستغل وينتفعُ بها كما أن له سيئاتٍ كثيرة وخطيرة ينبغي أن يُنبَّها وينتبهَ لها وأن تُتَّقَ وتُحذر فإن ذلك يُجنى به الثمر ويتوقَّى به الضرر يُجنى به الخير ويتوقَّى به الخطر في الديانة وفي الدين والدنيا وفي الفرد والمجتمع والأمة أيها المؤمنون إن التطبيقات التي انتشرت بين أيدي الناس بشتى صورها وأنواعها تؤثر تأثيراً كبيراً على الصغير والكبير والذكر والأنثى فمن المهم أن يُدرك الجميع خطورة ما يكون فيها من شرور وأن يتوقَّوا ذلك في أنفسهم وفي أسرهم والتطبيقات لا حصر لها ولا تحديد بل هي متنوعة تحدث للناس فيها في كل زمان تجديد وتنويع ومن ذلك تطبيق سناب شات الذي شاع وانتشر يستعمله الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والباد والمقيم والمسافر كل ذلك في استعمال يحتاج إلى ترشيد وتنبيه فإن كثيراً مما يُبثُ في هذه التطبيقات وفي هذا التطبيق على وجه الخصوص كثيرٌ منه لا خير فيه إن لم يكن شرًّا فما يُبثُ في هذه التطبيقات إما أن يكون خيرًا فأقبل عليه وافرح به واستفد منه وانتفع وإما أن يكون شرًّا فتوقَّه فإنه يُفضِي إلى هلاكٍ وفساد في دينٍ أو دنيا ومنه ما لا خير فيه ولا شر وهذا من اللغو الذي ينبغي أن يعرض عنه فإن من صفات أهل الإيمان أنهم عن اللغو معرضون أيها المؤمنون عباد الله إن من سيئات ما يُبثُ وينشَر عبر هذه التطبيقات منها ما يتعلَّق بأصل الديانة من تشكيكٍ وتشبيه أو تزويرٍ وإخفاءٍ لحقائق الدين أو دعوةٍ لطرائق منحرفة وسبلٍ شاذَّة إما في إنحلالٍ أو غلو إما في تفريطٍ أو إفراد فيجب علينا أن نحذر ذلك سواءً كذلك عبر دعوةٍ صريحة أو عبر دعوةٍ مُغلفةٍ يُدسُّ فيها السمُّ حتى لا يُعرف ويأتي بها أصحابها على أنواعٍ من الهُزال أو المزح أو ما إلى ذلك مما يبثُّون فيه سمومهم وشرورهم فكثيرٌ ممن ابتُلِي بالإلحاد وكثيرٌ ممن ابتُلِي بالغلو والإرهاب ابتُلوا من طريق هذه التطبيقات إما بدعوةٍ صريحة أو بدعوةٍ مُبطَّنة فليكن إنسانُ على حذر وأغلى ما تحافظ عليه وتحرِص عليه هو دينُك فتوقَّى الشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه فاتقوا الله عباد الله وتوقَّوا شرور هذه الشبكات وهذه التطبيقات فإنها قد توقعُك في شرَك الإلحادٍ أو إرهاب أو انحرافٍ أو بدعةٍ أو نفاق اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نُغتال من تحتنا أيها المؤمنون إن منها ما يبثُّ العصبية والحزبية ومنها ما يبثُّ الشرور والتفريق بين الناس وكل ذلك مخالفٌ لشريعة الإسلام فكل من دعا إلى عصبية أو عنصرية أو اعتزى إلى أمرٍ من دعاوى الجاهلية فإنه مخالفٌ لما جاءت به الشريعة وهو واقعٌ في كبيرةٍ من الكبائن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية ليس منا من دعا إلى عصبية فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذه المسالك واعلموا أن شرها عظيب وخطرها كبير كما أن منها ما يكون سببًا ووسيلةً لنشر الرذيلة والفساد بين الناس إما بإشاعة الفاحشة أو المجاهرة بها أو إظهارها والدعوة إليها وكل ذلك مما ينبغي أن يُحذر وأن يُتوقَّى وأن يكون ذلك على فطنةٍ من المؤمن يُبادر إلى إنكاره بالوسائل المتاحة الممكنة ويقِي نفسه وأهله شرور هذه التطبيقات التي تُروج الشر وتدعو إلى الفساد وليُقبل على ما فيه خير من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تُرجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن فإن الله لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى وقد يملِ الله تعالى للعبد في سره فيتمادى في أنواعٍ من الفساد والضلال ويظن أن ذلك خفيٌ عن العزيز الغفار فيمضي في غيه وضلاله وهو قد رُصِد عليه كلُّ ما يكون من عمله إن كلُ نفسٍ لما عليها حافظ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكلُّ صغيرٍ وكبيرٍ مُستطر فالصغيرُ والكبير والدقيقُ والجليل والظاهرُ والباطن كلُّه في كتاب وستلقاهُ بين يدي رب الأرباب فاتق الله يا عبد الله فإن الله سيسألك عما تشاهد وعما تتابع وعما تنشر وعما تقول فربَّ كلمةٍ يتكلم بها الإنسان توبِق دينه ودنياه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفة أيها المؤمنون عباد الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يغررنكم كثرة الهالكين ولا شيوع الشر والفساد في العالمين فإن الله تعالى سيحاسبك محاسبةً منفردة ليس بينك وبينه ترجمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا مقدم وينظر أشأم منه يعني جهة شماله فلا يرى إلا مقدم عملك يحيط بك يمنةً ويسرى وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره فكن على حذر كن على حذر واعلم أنه ما من نفس يتردد ولا عرق ينبض إلا الله به عليم وهو عليه مطلع قد أحصاه الله ونسوه فاتقوا الله وأكثر من التوبة والاستغفاء وعودوا إلى الله عز وجل في الدقيق والجليل من الذنوب ولا تظنوا أن الذنب يذهب دون رصد وتقييد كل ما يكون منك في صحائفك كل ما يكون منك لا يغادره كتاب يحصي الصغير والكبير الدقيق والجليل في السر والعلن فبادر إلى كثرة الاستغفاء وامحوا من صحائفك سيئ الأعمال وارجوا الثواب من الله عز وجل واصبر واحتسب فإن أعظم الجهاد جهاد نفسك أعظم ما تجاهد هو أن تجاهد هواك ومن جاهد هواه أنزله الله مقاما عظيما من جاهد هواه أنزله الله مقاما عظيما في الدنيا والآخرة مقامه في الدنيا أن يكون الله وليه ونصيره ومقامه في الآخرة أن يبلغه الله الفردوز والرضى الذي لا غضب بعده ولا سخط اللهم ارضى عنا يا ذا الجلال والإكرام أسلك بنا سبيل الرشاد والهدى أعنا على التوبة والاستغفار يا عزيز يا غفار واعلموا أيها المؤمنون أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فثمت نظام قد وضع من جهات مختصة لرصد المخالفات والمعاقبة عليها وهو نظام الجرائم المعلوماتية فمن لم يخشى الله عز وجل فليكن على حذر أن يناله شيء من العقوبات التي ترتبها الأنظمة إلا أن الأساس والعصل أن يخشى العبد الله عز وجل في السر والعلن هذا أعظم ما يقل إنسان الشرور وأعظم ما يوقعه في مواطن الهدى ويسوقه إلى البر أن يكون على رقابة من الله عز وجل ولكن هذه الأنظمة تعين من ضعف إيمانه أو قل عقله أو أغواه شيطانه فتمادى في الضلال والانحراف فإن هذه الأنظمة تحد من الشرور والفساد فبادروا إلى كل خير واحتسبوا الأجر عند الله وتواصوا فيما بينكم بذلك جهازك لا يراه إلا أنت والله عليك فيه رقيب فكن على رقابة من الله عز وجل فإنه عليك حسيب وهو بك عليم جل في علاه ما خفي عن الناس لا يخفى عن الله ما خفي عن الناس لا يخفى عن الله وقد يملي لك الله ثم يفضحك فيكون ذلك سبباً لخزي في الدنيا والآخرة اللهم أعدنا من كل خزي يا حي يا قيوم في العاجل والآجل واحفظ علينا ديننا وقنا شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أمنا في أوطاننا واصح عمتنا ولا تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ألنا في أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا ومن نحب ما يسرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أوفق لي أمرنا خادم الحرام الشريفين وولي أهده إلى ما تحب وترضى خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر واحفظ سائر بلاد المسلمين من الأشرار والأكدار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعننا ولا تعن علينا انصرنا على من بغى علينا آثرنا ولا تؤثر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا وأغفر زلتنا وأقل عثارنا وسل السخائم من قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام